يا مسائل فل عليكم لسه خارج منطقة مونزكي الرحلة ربعمائة وربعة في ملاحظة قبل ما اقول الاهوانة هنا طبعا في الضحى انا دخلت السينما الفترة فاتت دي بقى لي ثلاثة شهر سعودية امارات قطر فدخلت السينما كتير في الخليج اكتر مرات الافلام بتقبة مش كاملة او يمكن تقريبا احنا من كل واحدنا في السينما لكن النهاردة عايز اقول لكم حاجة حلوة لأول يوم للفيلم النهاردة في قطر السينما تقريبا تمانين في المياه ما كانش اكتر تمانين في المياه من الكراسي كانت مليانة وده حاجة مهمة جدا وده يدل على شيء اللي مونزكي اسمها بيع لان هي فعلا اخر اخر حد في الجيل ده بيعرف يعمل فيلم حلو وتبيع بيه وتمثل نتكلم على الفيلم بقى طيب الفيلم الرحلة ربعمائة واربعة فيلم التحفة انت قاعد قدام ساعة واربعين ديئة تقريبا الساعة واربعين ديئة لا تستطيع ان تقوم لا يوجد ملل قصة واخداك التمبو بتاعها سريع جدا لا تستطيع ان تفرج على الفيلم على الكمبيوتر لا تستطيع ان تذهب منه لحظة وده جمال اي فيلم في الدنيا اللي يكون كله مصير اللي فيلم كله يبقى طخفة اللي لا يوجد ولا لقطة فيها اي مط الفيلم قد يكون مثلا الناس كتير تشوفوا اللي هو اي ده ممكن يكون قصة محروقة لا الفيلم قصة نفسية جديدة ما تعملتش قبل كده في من روح ارض الاحلام شوية بتاع فاتن روح يا جماعة بس اشان تفرج روح يعني ايه فيلم من روح يعني التمبو بتاع فيلم ارض الاحلام بتاع السيدة الشاشة العربية فاتن حمامة واستاذنا يحيا الفخراني في من روح التمبو بتاع التسرع ليلة سفر ومتدور على البسبور لو انتو فاكرينه ارض الاحلام وفي من روح كشف المسطور ولما بنتكلم على حاجاتنا القديمة بنعرف طبعا ان اللي احنا بنتكلم على تحفة جديدة فيها تعقيدات نفسية جديدة ما شفنهاش قبل كده في السينما المصرية كل الابطال اللي موجودين على حقيقتهم مونة زاكي على حقيقتها من غير طوش مش لازم بطر الفيلم اللي هو لو حتى هو مظلوم بيكون او هو راجل الراجل بيمثل الشر او راجل عنده اخطاق في حياته لازم نبين له المبررات لا في ناس احنا بنعمل كلنا اخطاق جوانا الغلط والصح وبنعمل الغلط من غير مبررات اوقات كتيرة بنعمل الغلط لاننا حابين الغلط فهو جايب الفيلم بالشكل ده جايب ابطال انا مش هحرق طبعا ما اقدرش هحرق عشان الناس لسه ما شافيتوش بس فيلم تحفة فراج ظهور مرعب اذا اقع فراجة ما اشوفه على الشاشة مرعب مرعب فراج في الراجل اللي مثلا الطيار اسلامي بيعمله كأنه مولود فيه الراجل اللي بيضرب كأنه بيضرب بيعرف تفاصيل يعني عارفين تفاصيل ايده بتتحرك فراج بيعملها مش ممكن مرعب فراج مونا زاكي شابو المخرج شابو عندنا غلطة واحدة في الريكور كانت بينا قوي مدري التصوير عنده واحدة برضو كده لما ست وقعت يعني مش هقول عندنا غلطة في ريكور مونا زاكي في مشهد كانت مع فراج وكان مشهد مرعب طبعا مسترسين في الفيلم والاتنين والشوهم كان طبعا يعني كان فيه عرق كتير مش عافية فجأة في المشهد التالي اللي هو كانت تكمل للفيلم كانت مونا بفول ميكب كامل وده مكانش ينفع يعني كانت باينة قوي فكاد لازم ياخدوا بالها منها لكن في المجمل الفيلم ده قبل نسبالي تسعة من عشرة ليه تسعة من عشرة انت ممكن من غير امكانيات وهو اللي انت تجيب فلوس انت عندك قصة انسانية تقدر تتعمل منها افلال الفيلم ده انا نفسي فهم بس الفيلم ده مكلف فيها يا جماعة اللي احنا نرجع هبت الفيلم ده مكلف فيه اللي احنا نقدر نرجع هبت السينما المصرية اللي كانت كل الناس علشان كده بقول روح فيلم كذا وروح فيلم كذا لازم السينما المصرية يرجع الروح بتاعيتها تاني وترجع عليها افكار عادية خالص انا بتهيالي الفيلم اجور الممثلين بس اللي خدوه مفيش مش عايز برودكشن كامل لكن فيلم تخفى تسعة من عشرة كنت تتمنى يوصل لكمان منزكي دايما لها جمهور النهاردة فيلم مليان في الخليجو دي اول مرة شوفها شابوم هنا تكمل كده انت اخر امل لنا في عادة هيبة الدراما والسينما السلام وتعبال على خير